كيف نطلب العلم؟ لابد أن نطلب العلم كما طلب السلف الصالح الصحابة والله عليهم الأئمة يعني لا يصلح في طلب العلم أن تطلب العلم في اليوم نصف ساعة أو ساعة هذا ليس في طلب العلم لابد أن تجعل كل ما لديك من وقت في طلب العلم في التحصيل في الطلب كيف تصنع أيام الاختبارات؟ اختبارات المدارش النظامية؟ حتى وأنت نايم أحيانا تراجع الاختبار لا تأتي بالأعذاب طالب العلم لا يأتي بالأعذاب بعض الناس يقول أنا هنا في مدغشق لا أستطيع أطلب العلم لابد أطلب العلم مثلا في المدينة أو في مثلا موريتانيا أو مثلا في جولة كذا أنت الآن أين؟ في مدغشق إذا طلبت العلم هنا بإذن الله ستطلب العلم في المدينة أو في موريتانيا مثلا لا يأتي بالأعذاب المهم تبدأ لأن الذي لا يبدأ هنا لن يبدأ في المدينة أو في موريتانيا لا يأتي بالأعذاب لا يأتي بالأعذاب من يحفظ دون أن يذهب إلى المدينة؟ نعم يوجد هذا إذن لابد تبدأ من اليوم تبدأ بطلب العيد بعض الناس يعتذر يقول أنا كبير في السن أو يقول أنا ليس عندي كتب لا يوجد هنا علماء فقط أعداء أعداء هل تتطلب من أن تتطلب من من؟ تطلب من من أن يعلمك؟ من الله؟ الله يقول أنه يضيعك الله يعني هذا الشرط الأول يعني تبدل غاية الجهد فينا أي تبتغي بهذا وجه الله سبحانه وتعالى إذن عندنا شرطين إذا أتيت بالشرطين جاء الوعد من الله سبحانه وتعالى يهديك الله الله زيني حومي فم بيازنانو زيني أم لراء كسيمة أم لراء كسيمة